بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين الحضور الكريم السادة الأفاضل الضيوف العزاء السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في ضيافة هذا المكان المبارك في حضرة أبو الفضل عباس عليه السلام وأنتم وإيانا نستذكر ذلك المشهد العظيم الذي نطقت به المرجعية الدينية العليا وأفتت بفتواها الخالدة وترتب عليها ما ترتب من نجاح وانتصار فلله الحمد على ما جمعنا ولله الحمد على ما رزقنا في هذا البلد ولله الحمد على ما أرانا الهزيمة النكراء لداعش ولله الحمد على ما جمع كلمتنا جميعا في هذا البلد الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق لكم جميعا أنا في الواقع لا أحب أن أدخل في مواضيع شتى بما أفرزتها الفتوى المباركة لكني أريد أن أذكر شيئا واحدا فقط طبعا الذي أنتجته الفتوى هي هزيمة نكراء لقوى الشر بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى وبما تنضوي تحته سواء كان على مستوى الفكر أو التخطيط أو التنفيذ أو التمويل كل هذه سقطت وإن شاء الله تعالى إلى غيذ رجعة أمام صمود أبناء هذا البلد المستفاد من هذه الفتوى الكريمة قد عنده روس كثيرة وبحمد الله تعالى أنجبت هذه الفتوى أبطالا من الطراز الأول على اختلاف الأعمار شاهدنا الفتوى الذي لم يبلغ الحلم وشاهدنا الشيخ الذي ذرف على السبعين أو الثمانين كلهم كانوا في خندق واحد يحملهم ألهم لما جرى على البلد ويحدوهم الأمل لتعافي البلد وبحمد الله تعالى قد حقق الله أمانه طبعا لم يكن الثمن سهلا لا شك أزاء هذه المشكلة الكبيرة أن يهدد بلد بكامله لا بد أن يكون الثمن بمستوى قيمة التحديات وكان الثمن دماء زكية كان الثمن دماء زكية نقية أعطاها هذا البلد من أجل أن يبقى شامخا عزيزا كشموخ نخيله ويبقى هذا البلد لقدمه يرفد العالم بما يجود به من فكر كقدم نهريه العظيمين وهذا الثمن إن شاء الله تعالى جميع العراقيين يقدرونه ويجعلون هذه الدماء لها رمزية عظيمة في حياتنا بحيث نستشعرها اليوم ونعلمها إلى الأجيال القادمة أنتم تعلمون نحن لأننا نعيش في هذا الظرف ليس بالضرورة كلنا يتنبأ بالمستقبل لكن من حق الأجيال وإن شاء الله تعالى يبقيكم ويطيل في أعماركم من حق الأجيال في المستقبل عندما تستعرض تأريخ العراق قطعا هذه من المحطات المهمة في تأريخ العراق ليس حدثا طارئا بحيث تخفل عنه مراكز الدراسات أو المناهج الدراسية سواء كان في الجامعات أو في بقية المدارس ليس حدثا عابرا لا بد أن نمر بهذا الحدث ونستجلي جميع الصور التي مرت وأيضا نقف بكل جلال واحترام للشباب الذين أعطوا دماءهم دفاعا عن هذا الوطن طبعا المحفز الرئيس لهذه الثلة الطيبة من أبنائنا الذين استشهدوا والذين جرحوا من الله عليهم بالعافية والذين بقوا إلى الآن أسأل الله تعالى لهم دوام التوفيق والتزديد والشجاعة والبسالة كل هذه العناصر هي محل افتخار الذي شجع هؤلاء ونفخ فيهم الروح تلك الفتوى المباركة من سيدنا أطال الله في عمره الشريف المرجع الدين الأعلى السيد سستاني أنا سأختصر ما أنجبته الفتوى بسطر أو سطرين هناك حالة نسميها حالة الحزن وهناك حالة نسميها حالة الخوف عندما سقطت الموصل في ذلك اليوم المشؤوم كان العراق يمر بحزن وخوف الحزن على شيء وقع والخوف على شيء مستقبل سيقع الإنسان يحزن على أمر قد وقع يحزن ويخاف من مستقبل مجهول الخوف أكثر من القلق العراق كان يمر بحالة من الحزن ومن الخوف ومرت هذه السحابة السوداء وكلكم شهود على ما مر بالبلد في تلك الأحوة حالة من الترقب وحالة من القلق وحالة من الحزن بل حالة من البكاء وحالة من الخوف والخوف يختلف عن الجبن الخوف غريزة كالأكل والشرب والإنسان يخاف الجبن رذيلة مقابل الشجاعة الإنسان يذم على الجبن لا يذم على الخوف فأوجس في نفسه خيفة موسى الإنسان يخاف ليس بالنتيجة أن يكون جبانا لا علاقة لهذا بهذا فعندما والحزن أيضا الأنبياء يحزنون وهذه من الحالات التي يمر بها كل منا أنا لا أتحدث عن الرذائل يعني الجبن أنا أتحدث عن الحالة التي مر بها البلد نعم ستقولون لا نعدو أن تكون حالة كانت من الجبن والبعض الناس فروا نعم أنا لا أتحدث عن هذا المقدار هذا المقدار لم يصنع التأريخ ولا يصنع التأريخ لكن أنا أقول بين ناس محبة لبلدها كانت خائفة كانت حزينة وكانت خائفة الفتوى المباركة هذا الذي أقول حولت الحزن إلى سرور وحولت الخوف إلى طمئنينة وثبات طوبة للمرجعية الدينية العليا التي استطاعت أن تحول الحزن إلى سرور وسعادة وتحول الخوف إلى طمئنينة وثبات وهذا إنجاز رائع لا يمكن أن يحدث إلا لمثل قوة وحكمة المرجعية الدينية العليا فسيد النجف أطال الله في عمره الشريف حول حزن العراقيين إلى سعادة وحول ذلك الخوف إلى طمئنينة هذا الكيان الكبير العظيم وقف معه بقوة وسند هذه الفتوى بقوة هي تلك الجماعة الطاهرة وتلك الشباب وذلك العزم الذي استطاع أن يقول لبيك بمعنى الكلمة للحفاظ على البلاد والعباد والحفاظ على الأرض والحفاظ على العرض والحفاظ على كل المقدسات هذا في الواقع هو ناتج نقطة واحدة أنا ذكرت ولا أريد أن أطيل أقول هذا الناتج كان ناتجاً عظيماً نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الحزن إلى لا عودة وأيضاً يرفع عنا الخوف أيضاً إلى لا عودة أهلاً وسهلاً بالضيوف الكرام والأخو العزاء متمنياً أيضاً لكم دوام التوفيق والتزديد وأن تأنسوا بهذه الجلسات الكريمة قبل أن أترك المنصة أحيي الأخوة الذين دأبوا على توثيق تاريخ العراق وبحمد الله تعالى الموسوعة المباركة موسوعة الفتوى قد نمت وتكثرت أجزاؤها واليوم إن شاء الله تعالى سترونك كم الأجزاء التي توفرت عليها بعد أن كانت قبل ثلاث سنوات كانت الموسوعة تحتوي على اثنين وستين جزءاً اليوم بحمد الله تعالى نمت ساعدنا الأخوة الذين كانت لهم مشاركة بجميع صنوف القوات والمتطوعين وجميع الأعزة الذين شاركوا في هذه الثلاث سنوات التي عصفت بالبلد وكما قلنا تحولت إلى شيء إيجابي حق علينا أن نوثق تلك البطولات وتلك اللحظات التي ساهم فيها أبناء هذا البلد بمشاركتكم وحضوركم إن شاء الله تعالى يتزين هذا المؤتمر بما تجود به أفكاركم وأقلامكم الكريمة خدمة لهذا البلد ولأهله شاكراً أيضاً تواصلكم وحضوركم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بمشاركتكم 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 ترجمة نانسي قنقر